طريقة التحرير طريقة التحرير في تقديري حالياً هو المقاومة الشعبية التي ترفع من سقوفها وتلزم المؤسسة العسكرية بأنه والله إما اعتدلت وإما اعتزلت ما في خيارها يعني إذا ما حاولت أن تمارس هذا النوع من الضقوط فستجد نفسك تماماً في حالة من اللعبة الدولية والإقليمية وفي حالة من الإلهاء وإنت تعرف أن لعبة الثور والمصارع الإسباني يرهقك بالقطع الحمراء حتى ينهي قواك ثم يسرعك بعد ذلك نحن الآن تمارس عينين للأسف الشديد لعبة الثور والمصارع لعبة الإسبانية المعروفة وهذا الإلهاء كل مرة أنت يلهيك بقطع حمراء في النهاية عنده القدرة على أن يسقطك إذا كان والله أنت ما قادر أصلاً تتقدم للآمن ومخطئ من يتصور أنه والله الآن هناك بقعة في السودان في مأمن أنا هذا قناعتي ليس تنالك بقعة في السودان الآن في مأمن وبأنه خلاص لن نؤتى من هذا يعني الآن أليس هو شرق السودان هو أكبر نقطة الآن على الأقل فيها نوع من من الاستقرار والجانب الثاني الشمالي اللي هو الشمال السودان أنا في تقديري هذه المناطق لاحظ يومياً هي الآن تتعرض ليه؟ تعرض لمسيّرات تتعرض ليه؟ وبالتالي القدرة على أنه والله نقل المعركة إلى هذه المناطق أيضاً وارد متى ما دخل السودان إلى هذه المتاهة؟ فسنكون في إشكال كبير جداً وبالتالي أنا في تقديري الحل الأساسي أن يعزم الشعب السوداني وتعزم قواه السياسية وقواه المجتمعية إن والله لابد من تحرك حقيقي لرفع شعار التحرير وإلا سنجد أنفسنا المسؤولية المباشرة الآن للأشخاص الذين يقفون على أمر المقاومة الشعبية هناك بسؤولية حقاً إحنا أيضاً نحبل هؤلاء مسؤوليتهم في أن يفعلوا يعني أنا في تقدير الآن من تصدروا المقاومة الشعبية ليست مهمتهم إخضاع من هو تحتهم لأنه والله أنت ترسم وضعك في المؤسسة العسكرية وإلا أصلاً لا تسمى مقاومة شعبية تريد أن تنضبط بضواغة المؤسسة العسكرية تحب مؤسسة العسكرية أنت مهمتك الأساسية هو مقاومة شعبية المقاومة الشعبية دورها دور الإسناد والتحرير ليس مهمة شيء آخر التحرير لا يحتاج الاستيذان المؤسسة العسكرية إما أن تكون على قدر مسؤولية هذا التحرير وإما في تقدير أنها ستفقد شرعيتها لأن شرعيتها مكتسبة أصلاً من الحفاظ على بنية الدولة وعلى استرجاع هذه المناطق التي فقدتها خلال الفترة الماضية هذه الشرعية الأساسية وبالتالي أنا في تقديري الوكيل متى ما كان راشداً عاقلاً مسؤولاً يبقى في وكالته مؤسسات وكيلة عن الشعوب الشعوب اللحظة كأصيل لحظة التي تشعر فيها بأن الوكيل مش قادر وليس أهلاً لأنه والله يقوم بما يلزم فإنه على الأصيل أن يسحبه يسحبه وستئي توكيلو